رفعت أجهزة دولة ومؤسساتها درجة الاستعداد لانتلاقي الانتخابات الرئاسية 2024 الأسبوع القادم فيما تضع الهيئة الوطنية للانتخابات لمساتها النهائية على العملية الانتخابية لخروجها بالشكل اللائق وبهذا الاستحقاق في غدون ذلك تتواصل الجوالات الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية قبل ساعة من بدء الصمت الانتخابي غدا ولمدة 48 ساعة جهود مكثفة تقوم بها الدولة بمختلف أجهزتها وهيئاتها استعدادا لإجراء الانتخابات الرئاسية 2024 الأسبوع المقبل وبعد انتهاء عملية اقتراع المصريين بالخارج التي جرت أيام الجمعة والسبت والأحد وشكلت عاملا محفزا للمواطنين للمشاركة والإقبال على التصويت في انتخابات الداخل المقرر إجراؤها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء القادمة انتهت الهيئة الوطنية لانتخابات من وضع اللمسات النهائية تمهيدا لعملية انتخابية تتسم بالسلاسة والتنظيم والشفافية مثل ما كان الحال خلال الأيام الثلاثة التي شهدتها عملية التصويت بالخارج المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أعلن عن توفير كافة اللوليستيات لإجراء الانتخابات الرئاسية تم بالفعل التجهيز لاستلام الأوراق تم الاستعانة وتم عدد الهيئة القضائية المتواجدة 26 ألف قاضي تم الاستعانة بـ 15 ألف منهم من بين رؤساء لجان متابعة ورؤساء لجان عامة ورؤساء لجان حفظ ورؤساء لجان فرعية عدد المقرات الانتخابية على مستوى الجمهورية 9376 مقر انتخابي ما بين مدارس تابعة لوزارة التربية والتعليم ومراكز شباب ووحدات صحية موزعة على مستوى الجمهورية ولتسهيل مشاركة جميع الفئات في عملية التصويت في الانتخابات حرصت الهيئة الوطنية للانتخابات على توفير عدد من اللجان بالأدوار الأرضية للتيسير على المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والسيدات فضلا عن عدد من الإجراءات الأخرى التي تضمن مشاركة واسعة تم اختيار مقرات اللجان الفرعية لكبار السن وذوي الأعاقة تم وضع الإرشادات الخاصة بالعملية الانتخابية وكيفية الاقتراع ودي أول مرة نعملها بشأن زوي الأعاقة السماعية تم وضع بسترات خاصة بزوي الأعاقة السماعية وتم برضو تأعداد بطاقة برايل وتم استخدامها في خارج جمهورية مصر العربية وقاتت سمار جيدة وتم تجهيز كافة اللجان الفرعية بكروت برايل لتمكين زوي الأعاقة البصرية لمباشرة حقوم سياسية مباشرة دون مساعدة وأن الأصل العام كان وفقا للقانون يتيح زوي الأعاقة البصرية لاستعانى برئيس اللجنة الفرعية كما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن تخصيص لجان اقتراع لتمكين جميع المواطنين الموجودين خارج موطنهم الانتخابي للإدلاع بعصواتهم في انتخابات الرئاسة تيسيرا لهم وضمانا لأكبر نسبة مشاركة كانت الهيئة الوطنية للانتخابات تحت على موقعها قاعدة البيانات بعد توزيحها على زي المقرات وتم فتح باب الطلبات لتقريب اللجان للناخبين وبالفعل طلقت الهيئة الوطنية 5550 طلب استجيب لكل الطلبات وبالفعل تم تقريب كل من تقدم بهذه الطلبات إلى اللجان الأقرب له لإتاحة الفرصة للإدلاع بصوته بالتزامن مع ذلك تواصل الأجهزة المعنية بالمحافظات استعداداتها من خلال جولات ميدانية واكتماعات مستمرة لمتابعة اللمسات الأخيرة لإطلاق العملية الانتخابية مع رفع حالة الطوارئ مع بدء التصويت على مدار الساعة على صعيد الحملات الانتخابية كثفت حملات المرشحين الأربعة نشاطها قبيل بدء الصمت الانتخابي غدا الجمعة وحتى انطلاق الاقتراع لتعزيز الروح التشاركية وتوعية المواطن بحقه الدستوري في المشاركة وقامت الحملات الرئاسية للمرشحين الأربعة بالعديد من الندوات والمؤتمرات من أجل شرح وتعريف الشعب ببرامجهم الانتخابية ومنذ انطلاق التحضيرات للعملية الانتخابية أواخر سبتمبر الماضي تواصلت الجولات والمؤتمرات الانتخابية لمرشحين على الأرض وإعلاميا أيضا في ظهور متكافئ بوسائل الإعلام المختلفة لشرح البرامج في حالة ديمقراطية تضفي على الحياة السياسية قوة وزخما كبيرين سعيا لتعزيز المناخ الديمقراطي والتأسيس لمصار سياسي يمكن البناء عليه في مستقبل الأيام